سيقول السفهاء من الناس ما بلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينغلب على أغبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليوضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوس رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنبلي أنك قبلة فرواها فبلي وجهك شطر المسجد الحرام فحيث ما كنتم فبلوا وجوهكم شطرة فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم فما الله بغافل عما يعملون فلئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهباءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون أن من الممترين ولكل وجهة هو مبليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فمن حيث خرجت فبلي وجهك شطر المسجد الحرام فإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فبلي وجهك شطر المسجد الحرام فحيث ما كنتم فبلوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا النبين ظلموا منهم فلا تخشوهم فاخشوني بلأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا بيزكيكم بيعلمكم الكتاب والحكمة بيعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلغ أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس بالثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتوا نصيبة قالوا إنا لله وإنا إله راجعون أولئك عليهم صلبات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاب المروة من شعائر الله فمن حج البيت أبع تمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا فبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنت الضاب الرعيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاء أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنكم العباب ولاكم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات قوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشاد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العباب أن القومة لله جميعا وأن الله شديد العباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأبوا العباب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين تبعوا لبأن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا ضيبا ولا تتبعوا خدوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يلعب بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم مكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة بدم بلحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اغطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليك إن الله وفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قديلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم لقيامة ولا يزكيهم ولهم عباب أليم أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعباب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاب بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فآت المال على حبه ذبل القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فأقام الصلاة فآت الزكاة والموثون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الاغصاص في القتلى الحر بالحر بالعبد بالعبد بالأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا البصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيغونه فدية دعام مسكين فمن تتوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدا للناس وبينات من الأداب الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا دعاني فليستجيبوا لي بل يؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة صيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مباقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى فأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ولا فتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك الجزاء الكافرين فإن انتهب فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهب فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأحسنوا إن الله يحب المحسنين فإتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيصر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم عيدا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت فلا فصيغ ولا جدال في الحاج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزمدوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فعلا من ربكم فإذا أفوتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الغالين ثم أفيه من حيث أفاوى الناس واستغفروا الله إن الله وفور رعيم فإذا غذيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أذ أشد بكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وغنى عباب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سرع الحساب فاذكروا الله في أيام بعدودات فمن تعجن في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه فهو ألد الخصام وإذا تبلى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث بالنسب فالله لا يحب الفساد فإذا قيل له اتقوا الله أخذت قل عزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرغات الله فالله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وغضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة وحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء فضراء فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله غريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم الاقتال وهذا كره لكم وعسى أن تكربوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شاب لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رعيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما فيسألونك ماذا ينفعون قل الأعفب كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إسلاح لكم خير وإن تخالطوهم فإخبامكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعندكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا بل عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار بل الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون فيسألونك عن المحيض قل هبأذن فاعتزلوا النساء في المعيد ولا تغربوهن حتى يظهرن فإذا فظهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم فاتقوا الله وعلموا أنكم ملابوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله غرضة لأيمانكم أن تبروا وتتبوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم بل مطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أتطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن تلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ضيرة فإن تلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإذا تلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن غرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا فاذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعزكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم فإذا تلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعولوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراؤوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأظهر فالله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يروعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرواعة وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا بسعها لا تضر بالدة ببلدها ولا مولود له ببلده وعلى البارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراظ منهما وتشاغر فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتبوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفعون منكم ويزرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف بل الله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرالتم به من خذبة النساء أبأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عودة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله وفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المغتر قدره ومتاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن فلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدت النكاح وأن تعفو أغرب للتقوى ولا تنسوا الفول بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلبات والصلاة الأسطى بقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتبفون منكم ويذرون أزواجا صية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمتلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يغرض الله وردا حسنا فيغواعفه له أغوافا كبيرة والله يغبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذا قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الاقتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الاقتال تبلوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسضة في العلم والجسء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاب زهوه والذين آمنوا معه قالوا لا تاقتلنا اليوم بجالوت بجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله ما قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة بعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ظو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ترجمة نانسي قنقر